أتعلمون أن جانباً من المزاح فيما بين طلاب الحوزة في النجف وكربلاء في مدارسهم الدينية التي يعيشون فيها ويبيتون فيها بمثابة الأقسام الداخلية في الجامعات والكليات أتعلمون أن جانباً من المزاح هو هذا قلت لكم قبل قليل عوام الشيعة لا يفعلون هذا ولا يسألون عن هذا لكن هذا يجري في المزاح فيما بين المعممين من طلاب الحوزة في النجف في المدارس الدينية لا أقول هذا الأمر افتراضاً ولا تحليلاً أنا جزء من هذا الواقع وأعرف هذه التفاصيل بدقة ونحن في شهر رمضان أنا لا أكذب عليكم هنا أنا أنقل لكم الحقائق الدقيقة لو لم تكن هذه المطالب حقائق دقيقة لما تفوهت بها ما حاجتي إليها لست محتاجاً لها لا أن تفع منها شيئاً بالعكس هذه ستجر عتي الويلات حينما أفضح هؤلاء السفلة سيسعون بكل ما أوتوا لإذائي إنني لا أنتفع شيئاً من هذا إنما أريدكم أن تعرفوا الواقع وكيف ضحك على أجيالنا السابقة وعلى أسلافنا الماضية المذهب الطوسي عمره ألف عام منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وحينما ستكتمل الألف عام سيقيمون الاحتفالات بمناسبة مرور ألف عام على تأسيس حوزة السفاهة والسقوط الأخلاقي أتحدث عن حوزة النجف ولو لم تكن كذلك لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق لماذا يا أيها العراقيون ويا أيها الشيعة بشكل خاص لماذا لا تسألون أنفسكم هذا السؤال لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق لماذا ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة وكيف أن إبليس نشر اللواط في قوم لوط الرواية طويلة هذا هو الكافي وهذا هو الجزء الخامس من طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 547 باب 377 الرواية الخامسة وهي رواية مفصلة عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه ماذا فعل إبليس كي يعلم قوم لوط اللواط بحسب قرآننا فإن اللواط لم يكن معروفا وكذلك السحاق قبل قوم لوط علماء الآثار يقولون شيئا آخر ذلك راجع إليهم بحسب قرآننا فإن اللواط لم يكن معروفا وكذلك السحاق قبل قوم لوط الآيات صريحة في ذلك لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع إبليس رتب لهم برنامجا الرواية طويلة إلى أن أخذه رجل كي يبقيه في بيته وكان إبليس قد تصور لهم بصورة غلام جميل جدا مثل ما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان أخذه رجل في بيته الحكاية فيها تفصيل لا مجال للخوض فيها وإنما أذهب إلى موطن الحاجة فلما كان الليل صاح صاح إبليس فقال له ما لك لماذا تصرخ لماذا تبكي فقال له ما لك فقال كان أبي ينومني على بطنه يقول له أنا لا أستطيع أن أنام وإنما كان أبي ينومني على بطنه الرجل لم يكن يعلم ماذا يريد إبليس وماذا يخطط كان يتعامل معه على أنه غلام صغير فقال له تعالى فنم على بطني قال فلم يزل فلم يزل يدلك الرجل يدلك الرجل يعني يلعب بمذاكيره مثل ما في الفتوى حتى علمه أنه يفعل بنفسه علمه كيف يلوط فيه فلا طر رجل بإبليس فأولا علمه إبليس والثانية علمه هو الثانية علمه هو إما أن إبليس لا طفي أو أن المراد أن الرجل علم قوم لوط ما فعله بإبليس هناك العديد من الوقائع هذه واقعة واحدة إبليس قام بعدة أمور وبعدة وقائع علم فيها قوم لوط أن يلوطوا فيه وأن يلوط فيهم فلا طو فيه ولا طفيهم ثم انتقل إلى النساء بعد أن انتشر اللواط بين الرجال وذهب إلى النساء بصورة فتاة جميلة حسنة وفعل الأمر نفسه هذا فعل إبليس هذه الفتوى في زماننا كيف يوصلها إبليس إلى الناس عبر نوابه عبر نوابه ولذا دائما أقول لكم هؤلاء ما هم بنواب صاحب الزمان هؤلاء نواب الشيطان والشيطان ينطق على ألسنته وينطق بألسنته أنا أسألكم بحق الحسين هذا منطق العترة هذا منطق الزهراء وآل الزهراء هذا منطق الحسين وآل الحسين هذا منطق الحجة بن الحسن الذين يضحكون علينا هؤلاء السفلة شياب سفلة سرسرية يضحكون علينا يقولون لنا نحن نواب صاحب الزمان ويضحكون علينا بهذا الهراء وهذا الخراء يسمونها فتاوى هذه لا تستحق أن تسمى فساوى فساوى كثير عليها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر